طب تقرر نستغناء عنهم ليه؟ لأننا مش محتاج لهم والبعد عن الناس غنيمة أو يقرروا أن العلاقات السطحية أفضل بكثير من العلاقات العميقة لأنهم ما؟ اسمها بقى لأنه مش عايز يدفع تمن العلاقات العميقة مش عايز تكون العلاقة علاقة متزنة هو قادر على العلاقة المنحازة له غرور غرور وكبر بس هو أم يسميش ده غرور وكبر بيسميه بقى بيسميه حق بيسميه عدل أنا لأن أنا مظلوم في حياة كتيرة أنا المفروض إيه لا يحصل؟ كل الناس تطبطب علي وكل الناس تحن علي وكل الناس تديني وإيه لا؟ عوسم الحياة كلها وعوسم الناس كلها أن هي إيه؟ أن الحياة بقت وحشة والناس بقوا متوحشين والناس بقوا والعياز بالله شياطين بيئزوا الضعفاء اللي زيه أنت مين داك حق أن أنت تحكم عن الناس كده؟ قال عشان أنا اتوقعت منهم مخزلوني في مثلي كده بيقول الناس أن العشم غشم أهلنا كانوا يقولوا كده لكن العشم محتاج يتحط في مكانه ويتحط في أصوله وأن يكون رجاء ممن بيده ملكوته كل شيء الله وهو أرحم الراحمين سبحانه ممن هو معي في كل نفس مش يبقى العشم معناه أننا معتقد أن فلان دا وإلا حياتي هتوقف محتاجين نرحم نفسنا من أوجاع العشم الزايد ونرحم الناس لأن العشم بيخلي الناس تستهلك بعضها ويحولوا العلاقات إلى عب يا ناس بلاش الطريقة دي عشان الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم من في السماء خلوا عشامكم في الله وليس معنى خلوا عشامكم في الله أن انتوا تسيروا الظن بالناس لكن خلوا عشامكم في الله وحسنوا الظن في الناس واعتبروا حياة الناس واعتبروا اللهم فيه أنهم ناس غلابة وفقراء وضعفاء وحياتهم مليئة بالتحديات زي حياتك بالزبط إنما الكبير اللي بيعطيني ويعطيهم هو الله وعشان كده هو الكافي المعطي القدير سبحانه وتعالى طيب نعمل إيه بقى؟ أقول لكم شوية حاجات بسرعة نفكر فيها شوية فكر نفسك دايماً إن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك ويغنيك ويكفيك لما تفتكر ده هيقل اعتمادك النفسي على الناس ويقل عشان ماكفيهم ويتظل إيه اللي حاصل؟ إنت خفيف مش عبق على الناس وتشوف الناس مدد من ربنا ليك وتشوفوا من ربنا بعيدهم عشان حياتك تتسع مش تضيق حاجة تانية بقى خليك خليك رحمة للناس خليك لطف للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمهم وبيوصل لطفه من خلالك يبقى أنت دايماً تقدر أعصار الناس وتجعل الناس دائماً في محل تفهمك وتقبل اعتذارهم هتفرج عليهم ربنا يفرج عنك كمان وتحس إن الحياة تسعد تالت حاجة زود من صلاتك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاة النبي كفاية وبقترح عليك تصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أنا بسميها صلاة الأنس عشان تأتنس بجمال ونور حضرة النبي الصلاة اللي بقول فيها اللهم صلي أكمل صلاة على من نزل في ساحة أنسك وخاطبته وكلمته وجعلته راضياً مرضية وجعلته مقرباً عندك فيا من ترزق الأنس بغير حساب اكتبني ممن يأتنسون بك في كل وقت وحين يا رب العالمين